هذا وأنهى الفريق البحريني للترايثلون بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حصصه التدريبية قبيل المشاركة في تحدي البحرين للترايثلون وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قد قاد الفريق في تدريبات الجري وسط حضور جميع الأعضاء من الفريق الذين أبدوا حماسا واستعدادا للمشاركة في البطولة وتحقيق إنجازات متميزة للمملكة وبعد نهاية الحصة التدريبية اجتمع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع أعضاء الفريق وحثهم على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق النتائج الأفضل عن المسابقات الماضية وذلك لإثبات التطور الكبير لرياضة الترايثلون في مملكة البحرين وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن الفريق وصل إلى الجاهزية التامة من الناحية الفنية والبدنية والتي ستكون هي الأساس في الاستمرار أو استمرار تحقيق الإنجازات للفريق مشيرا سموه إلى أن الفريق يتمتع جميع أفراده بصحة وعافية وسيأخذون منافسات البطولة بهمة كبيرة وعزم عال لتحقيق المراكز المتقدمة في البطولة